شدة فلسطيني وصيب أكثر من مئة اليوم الجمعة عندما أطلقت قوات الاحتلال الإسرائيلي الرصاص وقنابل الغاز المسير للدموع على المشاركين في الاحتجاجات الأسبوعية على حدود قطاع غزة وألقت طائرات مسيرة تابعة لجيش الاحتلال قنابلة حارقة على مخيم العودة شرق مدينة رفاح ما أدى إلى احتراق عدد من الخيام المعدة لجمعة مليونية القدس وقتل جيش الاحتلال أكثر من مئة وعشرين فلسطينيين وأصاب الألاف الاحتجاجات على حدود القطاع منذ انطلاق مسيرات العودة في الثلاثين من آذار